تفقد رئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مقرى مركز قيادة الدولة الاستراتيجي بالعاصمة الإدارية الجديدة والذي تم إنشائه حديثا بأحدث المواصفات العالمية وخلال الزيارة التي يرفقه فيها رئيس الوزراء وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس واركان حرب القوات المسلحة استمع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي لشرح مفصل لمكونات المركز وآخر تطورات الأعمال الانشائية الهندسية وأعمال البنية التحتية التي تمت به وأشهد رئيس خلال الجولة بالجهود المبدول لإنشاء وتجهيز مباني ومنشآت مركز القيادة الاستراتيجي وفقا للخطة الزمنية المحددة مؤكدا حرصه على تطوير قدرتها في شتى المجالات ومواكبة التقدم العلمي والتقنية لتكون قادرة على الحفاظ على أمن الوطن والسلامته ترجمة نانسي قنقر